السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها يا حب وطح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقى عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعد المواقع اللي من خلالها هتقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان وفرنا فرصة كانت فرصة حصري عن طريق قناتنا من خلال عملية التقديم والقبول. وهي كانت فرصة تطوع فيه في اتنين شاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفيازين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. عملية التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالاضافة اه من عدة شهور وفرنا خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحين تعيزها. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك بالتابعة شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. اه وكنا وفرنا كمان كورس اللغة الانجليزية الشامل البدأ من عدة ايام ولسه مستمرين فيه وان شاء الله بإذن الله الكورس ده هيكون كورس ضخم من اه البداية حتى الاحتراف في اللغة الانجليزية وهو بيكون كل يوم جمعة وسلساء الساعة التاسعة مسام توقيت القاهرة. اه وعشان توصلك احاقة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل تسبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان اوي كمان جميع رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوا موجودة في سندول وصفة اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة وهي منحة ممتازة جدا في دولة اوروبية. منحة تدريب في المانيا. الدولة اللي مقدمة التدريب او المنحة دي هي المانيا والتدريب ده هيكون في مدينة هامبورغ تمام. آآ الجهة المانحة اللي مقدمة الفرصة دي هي اكاديمية الاستدامة الدولية. في مؤسس اسمها اكاديمية الاستدامة الدولية. الرمز بتاعها هي دي اللي مقدمة الفرصة. طيب مين هي الدول المتاحة عشان تقدم في الفرصة دي? معظم دول العالم متاحة في الفرصة دي. وهما وضعوا قائمة فيها الدول المتاحة كلها. في آآ ياريت من الناس برضو انها تدخل للقائمة دي وتتأكد من الدول المتاحة وتأكد من وجود دولتها. وانا حطيت لكم رابط الملف اللي فيه كل الدول. هتيجي حضرت اقتضاة على كلمة من هنا دي. هيفتح معاك الملف اللي فيه كل الدول المتاح لها التقديم. هتلاقي هنا آآ طبعا هتلاقي دول اسيوية دول افريقية. فهتلاقي بالنسبة ليه آآ هتلاقي في افريقيا هتلاقي مصر موجودة الجزائر ليبيا المغرب تونس تمام? وحتلاقي آآ في الجنوب هتلاقي السودان الصومال متاحة. هتلاقي هنا كمان بالنسبة لاسيا هتلاقي ايران آآ هتلاقي العراق وايران واليمن والاردن ولبنان وفلسطين وسوريا تمام? يعني هتلاقي آآ معظم الدول موجودة هنا. فانت تفحص دولتك وتتأكد من وجودها. طيب ده بالنسبة ليه الدول المقبولة في المنح. آآ هنا فيه ملاحظة ان هذه الفرصة متاحة للجميع من طلاب وخريجين. يعني لو انت حضرتك دلوقتي طالب تدرس باكالوريوس ماجستير دكتوراء. آآ اتخركت وما ما بتدرسش وبتعمل حاليا. آآ انت شخص في السنوية العامة او الباكالوريا تقدر تقدم في الفرصة دي. فهي متاحة للجميع بدون استثناء آآ لمرحلة دراسية معينة. بالاضافة كمان هذه المنحة ليس بيها حد اقصى للعمر. المنحة دي آآ ما فيهاش حد اقصى ولا تحتاج شارة لغة انجليزية عند التقديم. عند التقديم في آآ المنحة دي في البداية خالص عند التقديم انت مش محتاج تزبط اي شارة لغة انجليزية. انت محتاج بس يكون معك محصلة من اللغة الانجليزية على الاقل. تمام? آآ يعني يكون الانجليزي بتاعك يعني عادي لو الانجليزي بسيط مش مشكلة. آآ لكن مش مطلوب منك شارة اللغة عند الاشتراك لأول مرة في المنح. آآ طيب بالنسبة لمدة التدريب في الفرصة دي مدة التدريب تسعة اشهر. ودي حاجة ممتازة جدا هتقعد مدة طويلة في المانيا تتعرف على الثقافة وما الى زلك. ولسا نتكلم على المميزات بتاعت الفرصة فيما بعد. آآ طيب مدتها تسعة اشهر هتبدأ الفرصة دي من خمستاشر مايو الفين واحد وعشرين حتى خمستاشر فبراير الفين اتنين وعشرين. المنح عالت نظرا للأوضاع الحالية فهم يعني آآ احتسابا يعني للأوضاع الحالية وعبال ما آآ الاوضاع تتحسن هما هيبدأوا من خمستاشر مايو فتكون كل شيء آآ في آآ في دلوقتي حاليا يعني بدأ يتحسن وآآ على خمستاشر مايو الفين واحد وعشرين ناس تقدر تساخر وتبقى متواجدة في المانيا. فمن خمستاشر مايو الفين واحد وعشرين حتى خمستاشر فبراير الفين واتنين وعشرين ده مدة التدريب كاملة ده. بالنسبة ليه التمويل في الفرصة دي. ركز با معي عشان التمويل بصراحة ممتاز جدا وشاملة حاجات كتيرة. اول حاجة رسوم التدريب مجانة. كل آآ رسوم بتاعت التدريب لمدة التسعة اشهر على حساب المؤسسة انت مش تدفع اي شيء خالص. تاني حاجة تزاكر الطيران مجانة من دولتك الى المانيا. من الدولة بتاعتك هتاخد تزاكر الطيران من الدرجة السياحية من دولتك الى المانيا زهاب وعودة. آآ كمان هيكون فيه السكن. السكن ده هيكون آآ كل شخص ليه غرفة خاصة. هتكون مزودة بكل شيء من انترنت وما الى ذلك. فدي حاجة ممتازة جدا. هيوفر لك كمان وجبات الطعام. كمان هتوفر لك تأمين طبي في حالة حدوث مرض او حدث لقدر الله. هيبقى العلاج على حساب المؤسسة. كمان بالاضافة هيوفر لك راتب الف وتلتمية دولار آآ الف وتلتمية يورو شهريا. الالف وتلتمية يورو دي هي خارج السكن وخارج وجبات الطعام عشان تستخدمها زي ما انت عايز. آآ مثلا لو احتاجت اي شيء اخر مصاريف شخصية فهتقدر تستخدم فيها هذا المبلغ. آآ كمان هيوفر لك تذاكر الطيران النقل المحلي بين المدن داخل المانيا. لان هيكون فيه سفر آآ لمدن مختلفة داخل المانيا. آآ للتدريب. فبالتالي هم هيوفر لك تذاكر الطيران المحلي. كمان. آآ بالاضافة كمان بقى الميزة الكويسة جدا آآ ان فيها كرس تعلم اللغة الالمانية. يعني انت هتدرس اللغة الالمانية هناك هيعطوك كرس مجانا فدي فرصة ممتازة جدا جدا جدا. يبقى الفرصة دي منها هتكون تدريب ومنها هتكون تعلم اللغة الالمانية. طيب كده شرحنا مميزات الكورس او مميزات البرنامج ده. آآ نتكلم دلوقتي على اهداف التدريب. التدريب ده ايه الهدف منه? ليه آآ هيشترك فيه ناس وليه المؤسسة آآ عايزة متدربين? آآ التدريب ده هدفه ان هو هيناقش عن قضايا المناخ والفقر والمساواة بين الجنسين والتعليم الجيد والمياه النظيفة والصرف الصحي والصناعة والابتقار والسلام وغير من المشاكل الموجودة على كوكب الارض. يعني كأن التدريب ده في خلال التسعة اشهر تدريب شامل لكل حاجة. هينقشوا فيه موضوع كتير بحيس الناس اللي عندها افكار حابة تطبقها آآ تستفيد. الناس تستفيد من بعضها مثلا عن طريق اختلاف الثقافات والاشخاص اللي هتجي من بلدان مختلفة. فهيكون حاجة ممتازة جدا. تمام? فآآ لو انت مهتم باي مجال من المجالات دي. مش شرط طبعا تكون خريج مجال من المجالات دي. ولكن لو انت مهتم باي مجال من المجالات دي. تقدر انك تشترك في الفرصة دي. عشان يعني تساهم في حلول او تعرض افكار او تاخد تدريب ويبقى عندك وعي اكتر عن آآ المشاكل الموجودة على كوكب الارض. آآ دلوقتي خلينا نتعرف على الاوراية المطلوبة عند التقديم حاليا. اول حاجة من الاشياء المطلوبة عند التقديم توفر سي في. آآ والسي في يفضل يعني انا بقول لكم كنصيحة يفضل السي في يكون على الطريقة الاوروبية. طبعا لو انت عندك اي سي في تقدر تحطه عادي في التقديم. ولكن الافضل يكون على الطريقة الاوروبية عشان يعني يحسم من القبول بتاعك. آآ تانية حاجة ما قال نية مطلوب ليه انت عايز تقدم ليه الفرصة دي. فلازم تعمل جيد لانه برضو من اهم عوامل القبول. تالت حاجة تعمل خطة بحس عن موضوع معين من المواضيع الموجودة. يعني مسلا انت عندك فكرة معينة او عايز تتكلم عن موضوع معين. فتعمل بحس عن الموضوع ده. آآ لان ده من ضمن الاوراق المطلوبة ومن الاشياء المهمة جدا برضو في آآ عملية القبول للمنح. طبعا زي ما انا وضحت دي الاوراق المطلوبة عند التقديم حاليا. في اوراق تانية هما بيطلبوها منك لما بتتقبل لما بتتقبل في المرحلة الاولى. بيطلبوا منك بعد كده اوراق اضافية. الاوراق دي بتكون عبارة عن ايه? بتكون عبارة عن كشف الدرجات بتاعتك. يعني شهارة التخرج بتاعتك انت آآ بترسلها لهم. ولو عندك اي شهارة لغة بترسلهم شهارة اللغة دي. لو عندك اي شهارة لغة انجليزية بترسلها لهم. لكن حاليا المطلوب دلوقتي هو الاوراق دي. لو اتقبلت بتوفر بقى آآ شهارة اللغة اي شارية لغة عندك بتوفرها. آآ آخر مؤهل دراسي بتوفره اليوم. ده بالنسبة للاوراق المطلوبة. آآ آخر موعد للتقديم في الفرصة دي هو تلاتين يونيو الفين وعشرين. فلسه انت قدامك شهر تقدر تجاهز حالك فيه. تقدر ترتب اوراقك. ما الى زلك. فلسه معاك شهر تقدر تجاهز فيه كل حاجة. آآ وهنا في ملاحظة آآ نحن كقنات منح من كل الالوان بنتي حاملية التقديم لاي فرصة او منحة انت عايزة. يعني لو عايز تقدم في الفرصة دي من خلالنا. هتلاقي رابط استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا ونقدم لك بشكل احترافي. لو انت عايز تقدم بنفسك في الفرصة دي ما فيش مشكلة تتبع شرح الفيديو وتقدم بنفسك برضو. طيب هنا انا هتطلقوا لينكين. ده اللي هو لينك اقدم الان اللي هو المنحة. وهنا اللينك ده هو الاعلان الرسمي للمنحة. تعال كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي. هتلاقيوا كل التفاصيل في الاعلان الرسمي. اه هي باللغة الانجليزية وانا ترجمتها لكم هنا للغة العربية. دي اه صفحة المؤسسة الرسمية اللي هي اي اس اي. تمام? اه هتلاقي كل التفاصيل على البرنامج هيبدأ من خمستاشر مايو الفين واحد وعشرين ل خمستاشر فبراير الفين اتنين وعشرين. اه هتلاقي بقى المتطلبات وكل شيء هنا. تمام? فده بالنسبة لصفحة البرنامج الاساسية او صفحة المؤسسة. طيب دلوقتي بقى خلينا نروح على التقديم. هتيجي هنا حضرتك تضغط على كلمة قدمة الان عشان يفتح معاك التقديم. التقديم اه بسيط بس في يعني بعض الاسئلة اللي لازم تهتم بيها. ده التقديم. هتلاقي اول حاجة هنا بيقولك ممكن تحط من هنا. تمام? ولو انت حطيت هنا في ميزة كويسة في البرنامج ده. ان انت لو عملت واسمك وبياناتك موجودة في السي في فبتلاقي ان تلقائيا الفرس نيم والسير نيم والبيانات بتاعتك بدأت بتظهر هنا مباشرة بدون ان انك تكتبها. بس بتعمل سي في ابلود وبتبدأ تكتب الاشياء دي. او ممكن انك ما ما تعملش السي في ابلود هنا ما تحطش السي في هنا وتبدأ تدخل البيانات بتاعتك اه دخلها كتابة يعني تكتب اسمك واسم العائلة اه تمام? تحط المدينة بتاعتك الجنسية بتاعتك البريد الالكتروني. كل البيانات دي بتكون بقنات شخصية اه تاريخ الميلاد. كل الاشياء دي بتحطها والمؤسسة اللي انت متخرج منها وايه المجالات اللي انت مهتم بيها قدرتك على اللغة الانجليزية ومستوات في اللغة الانجليزية اي تو بي وان بي تو هكزا تمام? وهنا بالنسبة ليه العمل الحالي بتاعك هل انت طالب خريج بتشتغل في ايه المؤسسة اللي انت بتشتغل فيها الانشيطة اللي انت بتمارسها وهنا بقى نجي للاسئلة المهمة وهنا اللي هو اللي هو خطاب النية اللي احنا كنا تكلمنا عليه هنا قلنا فيه خطاب نية مطلوب اللي هو مقال النية ده تمام بتكتبه هنا تتكلم عن فكرة مشروع معين اللي هي خطة بحس معينة اللي هي دي زي ما كنا وضحناها وطبعا هنا بتختار المجال اللي انت مهتم بيه ايه المجال من المجالات المنحة دي اللي انت مهتم بيها اه ده مسلا مهتم بمجال تغيرات المناخية بالبوفيريتي اه بالحاجات دي كلها فبتختار المجال اللي انت مهتم بيه. وبتقدم عليه. تمام? طبعا ممكن تختار كزا مجال يعني مش مجال واحد. مجالات كتير جدا انت مهتم بيها فممكن تختارها. آآ بتجاوب طبعا على كل ده. وفي الاخر المرفقات هنا بتاعتك اللي هي بيقول لك تحط بتاعك هنا. فتروح عامل من هنا للسي في. وبعد كده تضغط على المربع ده. انك خلاص موافق على كل الشروط وانك ماليت كل الاشياء دي بنجاح. وبعد كده تضغط على كلمة ولما تضغط على كلمة كده انت قدمت للمنحة بنجاح وبتنتظر رد المنحة ان شاء الله. بسيط بس لازم تهتم بمقالات والبروجيكت ايديا لانهم مهمين جدا جدا جدا. تمام كده? منحة ممتازة جدا ما تضيعش الفرصة من ايدك. آآ لانها بتشمل كل حاجة راتب كبير تذاكر طيران آآ كمان هتتعلم اللغة الالمانية آآ وانت في التدريب ده هناك يعني حاجة ممتازة جدا. فياريت تقدمو لها وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق واللي بقول لي يكون في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.